موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى بعد حرب الروايات على قاعدة التضليل والتعتيم الميادين تكشف رواية الحقيقة عن انفجار مرفأ بيروت ماذا بعد من عوائل الشهداء إلى الرأي العام والمسؤولين وثائقوا برسم كل المعنيين أي روايات تسقط سردية حقائق بعدما أصبح ملف التحقيقات مطية لأهداف سياسية هل تصويب والمسار ممكن ألحبا بكم بتجرد وموضوعية بطريقة علمية منهجية إنها رواية الحقيقة على الميادين وهي حق لكل لبناني بات دمه مادة للإتجار في البازار السياسي منذ انفجار مرفأ بيروت من هنا دخل الموت إنما كيف سؤال من عمر الانفجار وعلى قدر الانهيار مسار أعقب الكارثة فكشف عمق الشلل والأسباب فيه كثيرة في جوهر كلمة الحقيقة ومفهومها لا مكان للنسبية وفي حالة بيروتا ومرفأها تفصيل على مقاس الوظائف والمصالح والأجندات والغايات خمسة عشر شهرا من الروايات والتجاذبات كثرت الاتهامات وغابت المستندات حرب روايات جعلت من إحدى أكثر المحطات إيلاما في حياة اللبنانيين مادة لتصفية الحسابات رواية الحقيقة عرضتها الميادين فماذا قدمت دلائل ووثائق حقائق ملموسة وسردية وقائع لكل من يبحث عنها منذ انطلاق السفينة من محطته الأولى وصولا إلى مرفأ بيروت فتبادل المذكرات والتوجيهات قبل الكارثة وبعدها مستندات باتت برسم الرأي العام وعوائل الشهداء برسم كل الجهات والأطراف والدوائر المسؤولة فما المنتظر الآن حين تحضر الدلائل تسقط الاستنسابية وحيث تثبت الوقائع ينتهي الاستغلال فهل تخرج القضية من المهاترات السياسية؟ إذن هذه عنوين ومحاول المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيفينا معنا هنا في الستيديو رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية سيد ناصر قنديل من القاهرة ينضم إلينا الخبير في القانون الدولي المستشار حسن أحمد عمر مرحبا بضيفينا شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية اسمحا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير وثائقي والميادين رواية الحقيقة انفجار مرفأ بيروت وضع الوقائع برسم ما يبحث عنها ودعمها بالوثائق والدلائل فأي مسارات الآن؟ عبدالله شمستين ومع كل التسريبات الاستنسبية والمنازلات والاجتهادات الدستورية باتت الرواية كاملة موثقة ومن دون أسرار بيد المحقق والقضاء هي الخلاصة والعلها رسالة التي أراد وثائقي رواية الحقيقة انفجار مرفأ بيروت تقديمها من لحظة الانفجار إلى الانهيار حقيقة باتت الآن برسم من يبحث عنها حقا لا من يريدها مطية لأهداف سياسية حقيقة باتت الآن برسم عائلات الشهداء الذين يريدون معرفة حقيقة ما حصل ومن هو المسؤول عن استشهاد أبنائهم باتت الآن برسم التحقيق والمحققين برسم القضاء والقضاء ما سردته قناة الميادين في هذا الوثائقي من وقائع ودلائل ووثائق ومعطيات على مدى يومين رسم خريطة طريق واضحة المعالم لكن السؤال يبقى هل يرتفع المعنيون بهذا الملف إلى الحقيقة بعيدا عن التسييس وهل ستأخذ السلطات المعنية قضائية كانت أم سياسية أم أمنية مع عرضته الميادين وألا يخش أن يكون هناك من يريد تصفية حسابات داخلية وخارجية تحت رماد المرفأ بعدما أسقطت سردية الحقائق بالدلائل والمستندات حرب الروايات والمزايدات كيف سيتصرف هؤلاء هل سيعمد القضاء إلى الإفراج عن التحقيق الفني أم أنه سيواصل التلطي تحت عنوان سرية التحقيق كثيرة هي الأسئلة التي ستوجه إلى القضاء بعد اليوم لعل أولها هل ستبقى الاستنسابية هي المعتمدة لديه في الاتهام والإدعاء والمساءلة أم سنرى أسلوبا مغايرا في التعاطي مع قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت وكيف سيتم التعاطي مع الضغوط السياسية الخارجية والداخلية المرتبطة بهذا الملف هل ستنكفئ في ظل ما ظهر من وقائع أم أنها ستزداد لتنكشف معها الأهداف الخفية لكل ما ظهر سابقا من سيناريوهات قضائية وروايات أمنية واتهامات سياسية جاءت رواية الحقيقة لتنسفها جميعها أهلا من جديد بضيفنا سأبدأ وإياك سيد ناصر قندير رواية الحقيقة نحن نتحدث عن وثائقي استقصائي قامت به الميادين عرضته معزز بالمستندات والوثائق يتحدث عن رواية كاملة لا منقصة ولا مجتزأة ولا في تسريبات يعني لا توضح حقيقة الرواية عرضتها الميادين منذ أن انطلقت السفينة روسوس حتى وصلت ميناء بيروت أفرغت الحمولة إلى أن كان الانفجار وبالتالي السؤال ما الذي يفترض أن نراه من جهات معنية في لبنان أن تقوم بأي خطوات أولا أنا بدي أوجه تحيي لإدارة الميادين على المنهجية التي وضعت للوثائق وللفريق الذي أعد وأشرف وتابع ونفذ هذا الوثائق لإحترامه معايير رفيعة مهنيا الميادين عندها خط سياسي لكنها لم تضع هذا الخط السياسي أمام الهدف من الوثائق وهو تقديم حقيقة مجردة وكان مهما في الحقيقة ما قد يعتقد البعض أن الوثائقيات تتميز به غيبته الميادين عن هذا الوثائق وهو تظهير آراء واستعانة بخبراء والتي غالبا تكون لها وظائف في توجيه العقل الذي يتلقى الميادين اعتمدت فقط على الوثائق تسلسل منهجي في سردية وثائق تتعامل بالورق والأبيض والأسود مع معطيات غير قابلة للضحض الآن نحن أمامنا سردية كاملة وأنا شفت الحلقتين وكنت في بعض الجوانب في الحقيقة للمرة الأولى يعني أتعرف على معلومات مثل مثلا حجم الملاحقة التي أبداها الصاحب الأصلي للنيترات من أجل الحصول على هذه المواد بوقت شاعة سردية من خلال مزاعم استقصائية وتحقيقية إعلامية وغير إعلامية توحي بكأن هذه المادة أو هذه الحمولة بدون أب لا صاحب لها وأنه قذفت إلى مرفأ بيروت وهذا شجع الفرضية اللي بتقول بأنها جاءت لحساب أحد ما في لبنان أول شيء ألات لنا يا هذه السردية أنه نحن قدام سياق يعقد على المحقق أو على المحلل فرضية الذهاب إلى نظرية المؤامرة يعني كل ما لأنه في مراسلات بالعشرات بين قدامنا ووفد إجا من الشركة لهون وهذا فيه إذن صاحب لهذه الحمولة حتى مسار السفينة والقبطان والطريقة اللي اتعامل فيها من تركيا إلى اليونان إلى بيروت مبين إما أنه هي شركة مفلصة صاحبة السفينة وعم تتعيش يعني على المياومة وإما أنه هي طريقة في الابتزاز المالي للزبائن من أجل الحصول على مزيد من الأموال لكن الأكيد أن وجهة السفينة كما تقول السردية بالوثائق وبالمعلومات لم تكن بيروت يعني هي دخلت بيروت بمحض الصدفة أو بتقاطع مجموعة من عناصر تجارية وظرفية لكن سيد قنديل أنت أشرت لنقطة مهمة تم إسقاط سردية أو استثمار فكرة سردية أن هذه الحمولة ليس معروف حقيقة الوجهة ولا إلى من تصل كان في تعمد لإغفاء ذلك أهمية إسقاط هذه السردية أنا أريد أن أخذ هذه النقطة وضيفها إلى نقطة ثانية وهي سردية العمل الخارجي بمعنى أن التفجير جاء بفعل فاعل أم أنه جاء بتداعيات غير مسيطرة عليها كمان الوثائق والمعلومات سواء تحقيق الأمريكي أو التحقيق الفرنسي أو تحقيق قوى الأمن الداخلي كله له مخابرات الجيش في قراءتها للتحقيقين الفرنسي والأمريكي وما لخصته في معلوماتها للمحققين كله يدور حول نقطة واحدة استبعاد نظرية الصاروخ نظرية العبوة نظرية التفجير الابتدائي يعني أن أحدا ما أراد أن يفجر هذه الكمية لتذهب باتجاه قاطع بالإجماع لمصادر متعددة الهويات والانتماءات تجمع على نقطة أن التفجير تم بتداعي مجموعة من العناصر الظرفية أيضا فإذا مجيء السفينة ظرفي والتفجير ظرفي وهذا يعني أننا أمام عملية التقصير الإهمال الإهتراء فقدان التعامل المهني من قبل جهات متعددة نجل إلها بعدين لنقول الإفراج عن التقرير الفني هنا يصبح هو المهمة التي يطرح سؤالا كبيرا الوثائق حولها دون أن يقول ذلك يدفعنا نحن لطرح هذا السؤال هذه المعطيات موجودة لدى التحقيق لماذا تم تغييب هذين الاستنتاجين للقول أن الظروف أن السفينة وحمولتها جاءت باعتبارات ظرفية وأن التفجير تم بأسباب ظرفية يفترض أن نكون أمام التقرير التقني والفني وأيضا الظني القرار الظني انطلاقا من هذه الموقع خليني بدي أترك الظني أنا بس بدي أقول هون نقطة وحدة بالإذن منك ومن زميلنا من القاهرة لدقيقة أو أقل من دقيقة هون السؤال هو أهل الضحايا نحن قدام كارثة إنسانية من شان اللي عم بتابعونا من مشاهدي الميادين بالملايين نحن عم نحكي عن آلاف الناس الذين خسروا بيوتا ومكاتب ومصادر رزق عن مئات العائلات التي خسرت شهداء عن آلاف العائلات التي أصيب منها جرحى ومعوقون وأن تعويضات هؤلاء لدى شركات التأمين محجوزة بذريعة انتظار التقرير الفني والتقرير الفني هو وحده الذي يفتح الباب لنيل التعويضات وهناك علامات استفهام كبرى لا أريد أن أقاطعك حول هذه النقطة اسمح لي لأن أريد أن أفصل فيها حول موضوع ما بعد أن يكون هناك تقرير تقني لأنك تريد أن تشير لنقاط مهمة لها علاقة بالضحايا فقط حتى لا نطيل على المستشار حسن أحمد عمر وسأعود إليك لأن أريد أن نفهم هذه النقطة ونفهم من يفترض الجهاد أن تتحرك بناء على ذلك مرحبا بكم مستشار حسن أحمد عمر من جديد أريد منك لطفا أن تساعدنا في التقييم مما تمثله في الإطار القانوني فيما عرضته الميادين في هذا الوثائق الاستقصائي رواية الحقيقة ما التقييم القانوني لما يشبه خارط الطريق لهذه الحمولة منذ أن انطلقت السفينة وصولا إلى مرفأ بيروت وبالتالي إداعها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت في المستوى القانوني ما التقييمة لها وكيف يمكن أن تفيد أي جهات تريد أن تتحرك على المستوى أيضا القانوني مساء الخير وأهلنا أحضركم والسادة المشاهدين أنا باهني قناة الميادين على هذا التقييم ده جديد ما شفناهش قبل كده شفنا حاجة زيه حصلت قبل كده أيام اغتيال الشهيد رفيق الحريري نشر فيديو وصحب منه الأوديو والفيديو كان يدل لو تحط معه الأوديو حيانا نعرف مين الاختال الشهيد رفيق الحريري ولكن كانت سياسة حكيمة ممن وضع الشريط عشان يقول للمحكمة الجنائية إذا أنت هتحكم بغير هذا سنضع الأوديو مع الفيديو ونوري الناس أنتو نهاردة عملتو القاتي أنتو خلتو كل الشعب اللبناني والشعب العربي المشاهد كان بصفة محلفين أنتو وضعتو الناس أمام الحقيقة أمام مستندات أمام أوراق أنا كنت سعيد وأنا بشوفها لا لشيء لأن فعلاً لبنان كان استغلت هذه القضية المرفأ عشان حرب أهلية هذا التقرير أول مرة نشوف بقى قناة تلفزيونية في تقرير تنقذ بلد من حرب أهلية لأنها عرضت الحقيقة والناس مش عايزة أكتر من الحقيقة الحقيقة واضحة جداً والأمور زي ما احنا شفناها وكلها فعلاً زي ما قالت زميل زرفية مساء الزرفية كلها من غير المستبعد أنه فعلاً لما يجوا يلحموا الباب عشان يعملوا البواب بتاع الماء المستوضع 12 شرارة حتتطلع مع النطارات تحرى النطارات تكتمل الحريقة تنفجر زي ما حصل فالواقعة بهذه الصورة خاصة لما تيجي المخابرات الفرنسية والأمريكية تتفق في هذه الحقيقة أعتقد ما فيش بعدها بقى أنه نبدأ نغير من هذه الحقيقة لمصلحة من برضو نتكلم في موضوع التعويض للناس نحن أخرين تعويضات الناس الغلابة مش كده بس مرفق بيروت النهاردة هل أنتم بنتوه تاني ولا سيبينه المفروض ده كان مفيش في السنة كان يتبلغ ورجع تاني مفيش وقت لأن حرام نبكي على هذا ما حدث حدث والفساد واضح والإهمال واضح وكل ده فأنا أعتقد حتى بالنسبة للمحاقق أنت أديت فرصة أنك أنت أنا أعتقد التأغير ده سحب البصات من تحت أقدام القضاء اللبناني كله ولذلك أنا ما كان الآضي البطار أنا أستشعر الحرق وأترك القضية لأن بعد ما نشرى بهذه الوصائق والمستندات أنا أعتقد الحكم واضح أصبح للمحلفين للمحلفين للناس الناس شفت الحقيقة والدمعيني أنت النهاردة ستعطلوا دليل والمصلحة مين وعايزين إيه منه يعني أنا أعتقد الآن ما تم يقفل هذه القضية ويدي للناس تعودتها وتبدأ لبنان تنتبه لنفسها وتبني مطار بيروت سمح لي سعادة المستشار ما تشر إليه مهم جدا أنا أشرك أيضا فيه سيد قنديل حيث وصلنا نحن نتحدث عن إسقاط سردير بأن هذه الحمولة سئلة عنها من الشركة التي أرسلتها وكانت المشكلة بالشركة التي استأجرت منها السفينة وأيضا المتلقي في موزنبيق وكان هناك طلب مباشر من الدولة وذهب عن فريق وذهب فريق من الموزنبيق وكشف على هذه الحمولة ووضعها وبالتالي لأنها كان هناك سوء بالتخزين تخزين كافي تراجع عنها السردية الثانية التي تم إسقاطها أيضا في الوثائق هي عمليا بأن لا أحد يعرف مدى خطورة هذه المواد وإلى أي حد هي تشكل خطر ليس فقط على المرفأ والملاحة وأوسع من ذلك على مستوى مدينة بيروت العاصمة ككل أكثر من جهة تحدثت عن ذلك من كان الجمارك أمن الدولة حتى الخبيرة التي أرسلتها أو أرسلها أيضا قاد الأمور مستعجلة في حينها جد معلوف تحدثت لي مرتين عن مدى شدة الخطورة يعني جهات مسؤولة كانت تعرف ذلك هذا يحني لما قدمه سيادة المستشار حول عملية تعطيل الدليل لمصلحة من ولماذا كما قال أولا يعني طبعا هنا في نقطة لازم نجاوب عليها وهي بعد هذه المعطيات هل يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يبقى متفرجا؟ يعني أمام معادلة تقرير فني بائن بكل المعطيات التي وردت سواء لجهة ضرفية وصول السفينة أو لجهة ضرفية التفجير وأمام أن هناك مئات ملايين بل بعض التقديرات تقول مليار ونصف مليار دولار هي حجم التعويضات المستحقة والمحجوبة والتي يقال على القضاء أن يحقق فيما يقال أن هذه الشركات تدفع تمول مكاتب محامات وأن هذه المكاتب جزء كبير منها يحمل وكالات الآن باسم أهالي الضحايا ويحيط بمكتب القاضي بيطار بهذه الصفة ويوفر له الدعم الإعلامي ويمول محطات إعلامية من أجل ضخ معلومات ومن أجل ضخ تقارير تبعد الأمور باتجاه الغموض باتجاه رسم علامات السؤال حول أن التفجير بفعل فاعل من أجل أن لا تدفع الشركات مسؤولياتها والتزاماتها على مجلس القضاء الأعلى أولا أن يفتح تحقيقا يشكل لجنة تحقيق قضائية في هذا البند لماذا حجب التقرير التقني والفني حتى الآن لأن أول حق للضحايا إذا كان معرفة الحقيقة دونها معطيات وعقدبات تحقيقية في من قتل من يتحمل المسؤولية من يجب أن يلقى الجزاء فإن حقهم في التعويض بائن وراهن وجاهز لكنه محجوب بفعل فاعل لماذا؟ تحدث عن موضوع التعويضات سيارة المستشاكل وأنا أحيي لأن هذا أول الدكتور عمر كأي قاضي كأي متابع قانوني بخبرته يعلم أن أولى الموجبات عندما يضع يده القاضي على ملف من هذا النوع أن يطرح على نفسه سؤالا هل بإمكاني المساهمة في تحرير التعويضات المستحقة للمتضررين أم أن هذا يعطل التحقيق إذا كان يعطل التحقيق فهو يتحمل على ضميره ومسؤوليته لأنه يريد للتحقيق أن يستمر أما إذا كان يمكن تحرير التعويضات دون تعطيل التحقيق وهذا ما بدأ واضحا لا لبس فيه من تحقيق الميادين فإذا التأجيل يصبح هنا جريمة لأنه يخدم جهة على حساب أصحاب المصلحة المباشرين الذين ضرروا ولحق بهم الأذى من خلال هذا التفجير وبالتالي تصبح مش ارتياب مشروع يصبح الظن والاتهام واجب وعلى مجلس القضاء لعلى هنا أن يفتح تحقيقا أنا ما بدي أقول أكتر من هيك لأنه أي تحقيق سيؤدي إلى كف يد القاضي بيطار تحقيق يقول لماذا حجب التقرير الفني طالما لأنه ما عنده ولا بائنة يستطيع أن يقدمها ليقول بأن التقرير الفني جزء من سر التحقيق أي أن الإفراج عن التقرير الفني يؤذي مسار التحقيق ما رأيناه وشاهدناه في وثائق الميادين ويتمنى الدكتور عمر يصحح لإضان غلطان من الزاوية القانونية يقطع الشك باليقين لجهة أن لا صلة بين المسار الواجب في تحميل المسؤوليات بالتحقيق وبين نشر التقرير الفني والإفراج عنه والسماح لأهالي الضحايا بالحصول على تعويضاتهم ما رابط موضوع التعويضات؟ يعني لماذا سيمنع التعويضات هنا عن أهالي الضحايا؟ شركات التأمين تمول هذا أنا ما عم بتهم القاضي بطار بالرشوة بس أنا عمقول المحامون المحيطون بالقاضي بطار مشتبه بهم بأنهم ممثلون لشركات التأمين وهم يحملون وكالات أو أغلبهم يحمل وكالات باسم أهالي الضحايا تحت عنوان أنهم محامون الدفاع والموكلون بقضايا متابعة لما بصير القاضي الجهة اللي عم بتتابع معه من موقع ولاية الدم هي جهة متنازلة عن السير للتعويض بل عكس هي جهة لها مصلحة يعني هم سرقوا القضية من أيدي أهالي الشهداء والضحايا والمتضررين وراحوا بتوظيفها لصالح المستفيد من تأخير دفع التعويضات الذي هو شركات التأمين هذه جريمة والقاضي انطلط عليه أو تواطأ فيها هذا مش شغلي على مجلس القضاء أن يجيب على هذا السؤال وأن يشكل لجنة تحقيق قضائية فورية في هذه جريمة كبرى بحق لبنان تضر منها كل اللبنانيين والذي قاله الدكتور عمر ومبارح عندكم في الندوة هنا في الميادين قاله الضيوف خطر الحرب الأهلية قائم اليوم اسمعنا وزير الثقافة وهو قاضي قاضي مرتضى عم بيقول أنه داخل القضاء وداخل جسم المحامين وداخل أهالي الشهداء والضحايا محاولة للقسمة الطائفية للقول أن الجريمة هي جريمة استهدفت المسيحيين وأن من ارتكبها هو مسلم تماما كما كانت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مشروع فتنة مذهبية للقول أن زعيم السنة اغتالته قوة شيعية وهذا مهم جدا بمعنى هناك مؤشرات أيضا يعني تفضي إلى ذلك الذكرى السنوية الأولى الانفجار مرفأ بيروت قدمت على أساس هكذا خلاصة بأن كان هناك فعالية بقداس لجهة دينية بعينها دون أن نرى باقي مرحب الفعاليات الروحية والدينية لمكونات لبنان والخراب حتى إذا بتتذكري الإعلام لما نزلي تابع التعويضات والأذى والبيوت في مناطق غيبت بالكامل عن الصورة علما دمرت فيها بيوت ومحال تجارية وشركات وصقب فيها شهداء للقول أنه في طائفة هي التي تضررت وفي طائفة قد تكون صاحبة مصلحة أو يكون فيها حزب معني والمقصود حزب الله دائما في هذا طبعا الأمريكي ما عطى يعني لأنه في حدا ممكن يسأل طيب كيف ما الـ FBI إذا مستهدف حزب الله أمريكا على رأس الاستهداف الأمريكان همهم الأول أنه إذا كان هذا التفجير ليس بفعل فاعل ما رح يقولوا صاروخ لأن الصاروخ بدي يطلع إسرائيل من أجل أن يتهموا حزب الله عليهم أن يتهموا إسرائيل يتركون هذا للجانب اللبناني وهناك من اللبنانيين من يتبرع للقيام أريد أن أوسع بهذه النقطة وأيضا أستشير فيها المستشاة ساعت مستشار حسن أحمد عمر مع الإشارة إلى موضوع التعويضات بأنه إذا كان الانفجار وكما شاهدنا بأنه ليس لا يوجد عمل أمني بشكل مباشر أو تفجير من جهة خارجية حتى الآن فيما عرضنا من رواية وحتى بناء على تحقيق الذي قام به الـ FBI أمريكيا والمحقيقين الفرنسيين بالتالي شركات التأمين ملزمة بدفع التعويضات حدث عن مبالك كبيرة لذلك مهم إبراز هذه النقطة لكن ساعت المستشار أنت أشرت وأيضا سيد قنديل لموضوع الحرب الأهلية بمعنى مكون مقابل مكون هذا جانب جانب الآخر موضوع الخارجي عندما نتحدث عن الـ FBI أي الولايات المتحدة الأمريكية تقدم بأنه الأمر مرتبط بكيف المواد التخزين لإهمال ووجود كل عوامل الانفجار وكذا بالنسبة للفرنسيين ما الذي يمنع إذن أن نرى إبرازا للتقرير التقني والفني أين هنا العامل الخارجي وإلى أي حد يريد أن يستثمر بالضبابية دون أن يكون هناك إفراج عن حقيقة ما جرى للاستثمار هنا والضغط على جهة بعينها أو دعم ما تحدث عنه فرضية القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أنا بنضمن للأستاذ ناصر في موضوع شركات التأمين ما يحدث الآن هي معركة بين لبنان وشركات التأمين وده إحنا خدمها في مصر هنا أنا معايا كان زميلي الأستاذ أستاذ سلمان كان عندنا حدثة صيادين باخرة أثناء سيرها خبطت في هذه المركب 29 شهيد صياد وغير الجاح فلما بدأنا في هذه القضيات عايزين تعويض فقالوا أنتوا التعويض اللي هنصرفه لكل واحد ربعمائة ألف زي حدثة باخرة السلام قلنا لهم لا ده مش هيقل عن مليون ونص لكل واحد أنا هنبرفع قيمة الإنسان المصري في التعويض اللي حصل أنهم راحوا من وغانا لأهالي الضحايا وتصوضوا معاهم على 750 ألف لكل واحد عشان يقلصهم من القضية اللي احنا رفعينها بالمليون ونص النهاردة اللي أنا شايفه في لبنان في الموضوع ده أنا بخاطب بقى القاضي الوطني القضاء الليبناني المفروض أنا قاضي وطني عيني الآن على هذه الأموال للتغطية التأمينية لو أنا سبت شركات التأمين عندهم كل هذه اللعيب اللي قال عليها الناصر بي عندهم محامين وإحنا عندنا هنا من محامين للأسف مصريين وبيبقوا ضد الدولة ضد الشعب في موضوع التعويضات فالأمر هنا أنا عايز ركز عليه في موضوع التعويضات لأنه ده مهم جدا ولازم الناس تأخذ حقها والمفروض أطالب بأقصى تعويض لهم ده حق الشعب حق الضحايا اللي راحت لازم والتأخير في القضية فعلا ما بعثه هذه القضية شركات التأمين ودي أنا الأوان لنا أن احنا نعي موضوع شركات التأمين التأمين هي إنجلترا التأمين ده اللي مسكاء إنجلترا وكل اللي حديث شايفه ده لأنه كانوا عايزين حاجة تقولوا أهو الله إذا صغير اللي ضربت وبالتالي لا يوجد تعويضات الأمور لا تقاس لكن هنا ساعة المستشار ما موقع الخارج بمعنى الـ FBI لديه تقرير يتحدث عن حقيقة كيف حدث الانفجار في العنب الرقم 12 وهناك أيضا بالنسبة لألف فرنسيين هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا تستطيع أن تدفع بأن يكون هناك إفراج عن التقرير التقني الذي يعني بجانب أو بآخر حتى التقرير الظني يعني بناء على خلاصتها ستوضح هذا الجانب بمعنى أن ناتوجة الجهة خارجية قامت بهذا التفجير هل هناك شبهت استثمار بتعمد التضليل مدفوعة من الخارج؟ طبعا اللي هم مصلحتهم أن أنتم تعيشوا في الوضع اللي أنتم فيه نحن نعيش في الوضع اللي نحن فيه دين مصلحة وشايفين أن نحن في نفسنا بنعمل ده ما هو من اللي عامل ده ما هو قاضي؟ قاضي محكمة هي لما عطلت دينة دي كلها فلما هي حطت تقرير بحيث تقال عليها أنها نزيهة وفرنسا حطت تقرير يتقال أنها نزيهة فالأطراف هما إنما عارفين أن أحدا اللي بنعمل ده في نفسنا فهو ليه ليه ما يبقاش نزيه؟ يخلص الأمور بالنسبة لأنه زي ما قال مصر بيه إذا قلت لي السلوخ إسرائيلي يبقى إذا موضوع حزب الله وموضوع إسرائيل يبقى إذا الموضوع سيبقى فيه طار ما بين لبنان وبين إسرائيل وأنا عايز أفكر حاجة كان فيه يوما ما في سبعة وعشرين رمضان في ليلة الأد سمعنا أن طائراتين إسرائيليتين خبطوا بعض وسقط منهم 72 من خيرة جنود وضباط إسرائيل نظلات العملية دي كانت أنهم كانوا رايحين يخطفهم شخصية مهمة في لبنان في ليلة الأد ربنا لم يكنهم شي والطائرتين تضربهم مش استضموا وبعض وده كان انتصار كبير لحزب الله في هذه القضية لكن ما تشير إليه ساعات المستشار بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية يفيدها عملية الضبابية هذه بمعنى بقاء رواية الشبهة بحزب الله للاستثمار الداخلي لكنها تعي حكما أن الأمر لم يكن بجهة خارجية أو يعني وضع حزب الله بشبهة الاتهام ليس صحيحا لكنها تريد أن يبقى الواقع كذلك عايزة حرب أهلية وبتسعى إليها وعايزها تيجي مننا احنا مش منهم هما عشان ما أقولوش هما اللي سببوا فيها فشايفين نحنا بنفسنا بنعمل الكلام ده النهاردة حتة موضوع أنا عايزة أقول التقرير بتاعكم في حقيقة الأمر أنقذ لبنان من الحرب الأهلية الجو العام بالحرب الأهلية انتهى بهذا التقرير مش كده بس ده حتة الموضوع بتاع الوزير جورج قرداحي أعتقد انتهى مع هذا التقرير أيضا العملية بدأت سهلة أنها تتحل هذه المسائل الآن أنا أعتقد القضاء الآن مهمته الأساسية التعوضات دي بتاعك الناس هذا هذا سيحن النقاط عديدة سنناقشها لها علاقة بالمسافة ما بعد أين أهالي الضحايا أيضا من أمام مثل هكذا حقائق في رأي عام وهل يمكن أن نرى مسارا مختلفا بالنسبة لمسار التحقيق حيث وصل في موضوع اليونيفل وموضوع مهم جدا خصوصا أنه في بيان كان لليونيفل سيما وأنه يعني الوثائقي ذكر آلية العمل بين الجيش اللبناني على المستوى البحري واليونيفل في المياه يعني اللبنانية لسيما في مقابل مرفأ بيروت سنتحدث عن ذلك وإياك سعادة المستشار وأيضا سيد ناصر قنديل أو قنديل بي كما يحب سعادة المستشار أن يقولها ولكن سنذهب إلى فاصل ومن ثمن واصل المسائية تفضل رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين كشفت المستندات التي نشرتها الميادين على شاشتها في الوثائقي عمليا دور اليونيفل أولا وكيف ساهم تقعصها ربما في دخول شحنة خطيرة إلى مرفأ بيروت على عكس ما يفترض أن تنوط به مهمتها أيضا كشفت هذه المستندات مسؤولية الجيش اللبناني كمسؤول عن أمن المرفأ والبلاد لناحية عدم قيامه بكل الإجراءات المطلوبة من ضمن دوره الأساسي والرئيسي لمنع هذا الانفجار أيضا المدمر هذا في ظل وجود قرارات صادرة أيضا عن سلطات قضائية معنية تمتلك وحدها صلاحية اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لإبعاد خطر نترات الأمونيوم المتفجرة عبر السماح ببيعها بالمزاد أو حتى بإخراجها من البلاد أو حتى أيضا الإطلاف هنا من هذه الوثائق التي عرضتها الميادين أيضا يمكن استنتاج مسؤولية المعنى بمسار العمل الإداري التي قامت به السلطات المسؤولة مباشرة عن ضبط عملية إدخال البضائع أو عملية مراقبتها وتخزينها مثل مديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت وصحة الإجراءات التي قامت بها أوليتي تابعتها بعد إدخال النترات ووضعها في العنبة رقم 12 حتى الوصول إلى الانفجار كل هذه الوثائق تمثل مرجعا مهما يمكن الاستناد إليها للإضاءة على الكثير من الثغرات والخفايا وهي أصبحت الآن أمام الرأي العام وبالتالي أمام القضاء والسلطات السياسية والأمنية والعسكرية وينبغي أن تكون حافزا محركا لإعادة النظر في استراتيجية التحقيق العدلي بعد أن تأخذ بعين الاعتبار وقف الاستنسابية في الاتهام والادعاء والمساءلة وحتى الاستدعاء إلى التحقيق إذن نجد الترحيب بضيفينا وأستأنف النقاش وإياك سيد ناصر قنديل في جزئية موضوع اليونيفل وما جاء الوثائق المييدين على ذكره قيم لنا بداية وفق آلية العمل المشتركة بين الجيش اللبناني واليونيفل في المياه اللبنانية والصلاحيات المنوطة به قيم لنا الأداء وأين قصر يعني بالحقيقة إذا رجعنا إلى السياق الذي جاءت فيه القوات البحرية إلى الشاطئ اللبناني بموجب القرار 17-01 لا نستطيع أن نقف فقط عند حرفية توزيع المهام الشكلي والإجرائي بين قوات اليونيفل البحرية وبين غرفة العمليات البحرية في الجيش اللبناني كلنا منعرف 17-01 جاء بعد حرب إسرائيلية على لبنان وجاء لينظم في الجواب البحري محاولة للقول كيف نمنع وصول الأسلحة لحزب الله وليس لشيئنا آخر وبالتالي الحكي عن أنه لأنه أنا أريت التوضيح اللي مطلعه اليوم الناطق الرسمي باسم اليونيفل من حيي يعني هو شخصي محترمي إعلاميا هذا لكن السياق مش موضوع تقسيم تقني لبنان طلب اليونيفل إنه بناء على طلب لبنان ولدعم الجيش اللبناني ما في مهمة بحرية عند الجيش اللبناني طلب من الأمم المتحدة المساعدة فيها أنشئت القوة البحرية في اليونيفل طبعا كل اليونيفل مساعدة للجيش اللبناني وفق السبعة عشر سفر واحد لكن في سياق نتيجة حرب 2006 وبالتالي هذه القوة موجودة لتفتش ولتمنع وصول أسلحة صواريخ متفجرات حسب المواد القانونية اللي صدرت بالقرار السبعة عشر سفر واحد مواد عسكرية وشبه عسكرية اللي هي من ضمنها النترات الأمونيوم تندرج فيها بالاسم طيب بيجوا بيأخذوا المانيفاست بيقول لهم عشرة بالمية عليها كثافتها بالتقرير اللي واصلوا من جهة إرسال السفن مراقبة السفن في المتوسط من السفن الوارع على مرفق بيروت بيقول لهم أن عليها مواد شديدة للخطورة هاي اكسبلوجر ورغم ذلك ما دققوا أنه كيف هاي ضد هاي في قصة بدنا نحقق فيها ماشي طلبوا من الجيش اللبناني طلعك شوف طلعت القوة اللبنانية كشفت دخلت السفينة أنا أبلان ما بدي دقق هون وين الخلل وهو خلل لأنه لما بتجي من لائحة السفن الواردة على المرفق أنه في سفينة تحمل مواد شديدة الانفجار وما بوقف قدامها وما بحقق فيها وبتركها تفوت كأنها أمر تقليدي أمر أنا ما بدي حمل نواية لا بدي أقول هذا خلل عظيم لكن الخلل الأكبر مش هون لم يسأل عن مصير السفينة فيما بعد جاي ترانزيت هاللي فيتي ترانزيت يعني لازم تطلع وعليها نيترات أنا هون بالتحديد فأمضر سبع سنوات الترانزيت أولا بدي أقول فيتي وعليها نيترات يعني عليها كمية لازم يطلع مفتش قانوني جهة ذات صفة جيش لبناني يونيفل يبقى مع المواد منعا لأن يلحقها نقصان لأنه جاي ترانزيت بألفين وسبعمائة طون وطلعت بألفين طون يعني نزلت سبعمائة وخمسين طون مثلا هاي مهمة اليونيفل والله مهمتها منع أي مادة تدخل طالما أنه غير مرخص بها من الجيش اللبناني الجيش اللبناني اتنين أخفقوا هنا لأنه إدخال الكمية شيء وإخضاعها للمراقبة أثناء مدة الترانزيت شيء أهم وأخطر وأشد حساسية ويعبر عدم القيام به عن إخفاق شديد ومريع يجعل الطرفان معنيان بتحقيق فعلي لماذا حدث هذا الإخفاق يعني بدل ما مستر تينيتي طلع لنا بيان توضيحي لأن الميادين ما عم تتحدى والميادين ما عم لي شغلتها تشن حرب نواية على اليونيفل وعلى الجيش وعلى القضاة الميادين أدمت لنا الوقائع نحن المعنيون نحن من يقوم بطرح الأسئلة مش الميادين طيب نحن سألنا اجهوا ضيوفوا قالوا اليونيفل مسؤولي اليونيفل بدل أنا أنصح بعد الوقت لم يفت على قيادة اليونيفل أن تشكل لجنة التحقيق للبحث عن حجم مسؤوليتها في هذا الإخفاق ومن يتحمل هذه المسؤولية وآلية الملاحقة والمتابعة التي يجب أن تتم من خلالها عملية التعامل مع هذا الإخفاق كذلك قيادة الجيش ما ترد علينا هذه النقطة حول قيادة الجيش ما يفترض أن نسأل عنه يعني قيادة الجيش على أنه طرف تعامل مع المادة بأنه عرضت عليه وحولها بأنه هنا لا تقتصر مهامه في هذا الإطار في التعامل مع مواد بهذه الخطورة ليس فقط أنه جهة يمكن أن تستفيد منها أو تستعملها وفق الإطار قيادة الجيش قالت بأن هذه المواد كبيرة جدا لا أحتاجها لأنه لا يوجد استعمال لها بهذا الحجم وبالتالي التخزين سيزيد من شدة الخطورة وهذه المواد لا يمكن تخزينها لهذه المدة هذا الجواب صديحة هذا فضيحة هذا جواب لشركة تجارية عم تبعد تعرض على قيادة الجيش أنه عندها مواد بدأت بيع إياها بتقول لا أنا مش بحاجة بدلكم في فلان يمكن يكون بحاجة هذا مش جواب قيادة الجيش المسؤولة عن أمن اللبنانيين وعن الأمن اللبناني واللي من اختصاصها الحصري بموجب قانون الأسلحة وحدها بالدولة مسموح لها أن تتعامل مع نيترات الأمونيوم حتى لو في أمر قضائي هي لها سلطة أقوى لأن مسألة نيترات الأمونيوم هي اختصاص حصري لقيادة الجيش وطالما أنها ليست مواد مستوردة بموجب ترخيص من مجلس الوزراء هي تبقى تحت عين قيادة الجيش حتى ينتهي أمرها ترحل أو تدخل أو يعني بمعنى تدخل بموجب ترخيص أو يتم إطلافها حتى تلك اللحظة هي مواد خطرة لا يمكن أن تبقى وبما أنه عطفنا على مهمة غرفة العمليات البحرية مع اليونيفل اللي وافقت على دخولها كترانزيت كمان مهمتها طالما دخلت بموجب السبعة عشر سفر واحد طالما دخلت كترانزيت أن تبقى تحت عهدتها فإذا من بابين قيادة الجيش مسؤولة عن شيء آخر ما إلو علاقة لمين بتروح وشو منساوي فيها لكن أنا هون بدي أقول شي الكارثة الكبرى التي ربما سببت التهيب للجميع من أجل تصرف هي القضاء طب أنا حتى لا أريد أن أقاطعك لأنه أنا أريد أن أسأل جديا عن موضوع القضاء لأنه وطلنا على المستشار لطفا سيد بالعكس أنا لأنه موضوع القضاء موضوع مهم جدا مجاعف الوثائق معطيات تصير تفتح ألف علامة استفهام ليس في مسار تحقيق انفجار مرفأ فيه وإنما التعامل أيضا مع الشخص هذا انفجار عدم الاختصاص سأتعود إذا هذه النقطة يعني إذا بديك تختصري بكلمة عدم الاختصاص سأعود لهذه النقطة ساعة المستشار مهتمة أسمع رأيك في موضوع اليونيفيل هذا جانب ومن موقعك أيضا فيما يعني عايشته مع قضايا وفي الصيغة القانونية التي تمثلها ماذا يفترض أن نرى من مسار للتحقيق في التعامل انطلاقا مما عرضته الميادين في الرواية الكاملة رواية الحقيقة فعلا اليونيفيل يجب أن يتم التحقيق معه الأمم المتحدة عليها أن تتولى هذه المسئولية وتحقق في هذا الوضع ومش معقول خمس سنين المواد ديها تدخلت واليونيفيل بيعمل إيه دي إشكالية مهمة فعلا هو يتحمل مسئوليتها ويمكن زي ما قال ناصر بيه عايز أقول المفروض القاضي اللي الإبناني الآن يحيل القاضية كلها للقضاء العسكري قطعنا فيه المختص بهذه القضية بالنتيجة أنت دخلت في انفجار والأمور ده حصلت وميزة القضاء العسكري أنه سريع عشان ينهي هذه القضية بسرعة وينتهي منها وأنا همي من الناس اللي تأخذ تعوداتها حرام أننا سايبين الناس للمدة دي كلها وسايبين الميناء عايز أقول أن الاشكالية اللي إحنا فيها الآن يمكن هو درس للعالم العربي كله الأمور ديت وكان نفسي أن يكون فيه محكمة العدل العربية قد أنشئت لأنه كان في السعادة كان ممكن للبنان تلجأ إلى أنها تأخذ قاضي من المحكمة العربية عشان يتولي هو زي القضية مش عيب لأن الأمور اللي عندي أنا في لبنان شايف التقصير وبعدين الجو السياسي والطائفي اللي في لبنان ما زال أنا فاكر أستاذ الله رحمه محسن خليل كان أستاذ الدستوري وكان بيدرس في لبنان وقال لنا قال لنا إشكالية الطائفية في لبنان كبيرة جدا لابد أن تنتهي عشان يتقدم لبنان وكان سابق عصره وقال هذا الكلام وأنا مش ناسي الكلام ده من وانا طالب وفعلا الإشكالية بتاعتنا الآن الطائفية في لبنان عايز أقول حاجة التفجير ده مش ده فرصة أن نحن ننتهي من هذه الأمور فرصة ننطلق من جديد لأن لبنان تبدأ تولد من جديد ده فرصة جديدة ده جمهورية جديدة لبنان المفروض تبدأ من هذه الأزمة وأنا عايز أضيف حاجة مهمة إحنا كنا سنواجه قضية زبتاعة لبنان التفجير ده كان عندنا سفينة وكانت شايلة ألفين طن منها في سفات ونزلت غرقت في البحر المكس الألفين حاوية في البحر قعدت خمس ست سنين إلى أن جاء رئيس السيسي وعلم بهذا الأمر فأمر بإخراج هذه الكونتينر والسفينة الغريقة إلى البحر وطلعوها وفي زيارة بص في بناء المكس لقى هذه الكونتينرات موجودة فبيسألهم عادة بتعمل إيه هنا قد أمر للجيش فورا لتصرر فيها وتخلص منه نعم وتعمل هذا لم نعرف قيمة هذا اللي لما حصل حادث مرفق بيروت وشفنا خطورة ما كان ممكن يتم بجملة ساعات المستشار ماذا يفترض أن نرى على المستوى يعني أي كيف يفترض أن تم التعامل ذهاب للقضاء العسكري كما ترى القضاء العسكري أو القضاء المهمة هي للقضية دي القضية دي المفروض لا تعودش أكثر من شهر الآن ويطلع تغيرها وتخلص القضية وكل من كان يسعى إلى أنه يقيم حرب أهلية بسبب هذه الحادثة يبقى انتهى أمره وانت هنا بتنقذي لبنان بتنقذي الشعب اللبناني وزي ما قلنا شركات التأمين لها مصلحة أنها تصير هذه الأمور يعني لنش دعوة الحرب الأهلية أم تأمشي يلا أنها ما تنفعش التعوضات أو تخفض طيبة التعوضات اسمح لي هنا أن أعود مجددا سيد ناصر قنديل شهدنا مسار من جهات متعددة بالنسبة للتعامل مع هذه السفينة ومن تم الشحنة ويعني ينزلها في مرفأ بيروت إن كان على مستوى يعني إدارة المرفأ أو حتى بالنسبة للجمارك وفيما بعد دخل أمن الدولة وتحدثنا عن قاضي الأمور المستعجلة جد معلوف والمناسبة من ضمن التعليقات التي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا الاسم لم يتم تداوله حتى في مسار ما تم تسريب وكانه تسريب لأجزاء من مسار التحقيق في أكثر من مرة كان علني المحقق العدلي بإعطاء المعلومات ولاحق فلان جلسي مع رئيس الحكومة ومع الوزير الفلاني بالمناسبة يعني تتحدث عن إفراج استنسابي أيضا عن بعض المعلومات تقصد طبعا للك ليش المحقق العدلي أنا رأيي بالمرتين فادي صوان وطارق بيطار التضامن القضائي غلب المسئولية القضائية عن كشف الحقيقة والعدالة هناك قضاة متورطون يحميهم قضاة محققون هناك محامين يعملون لحساب شركات التأمين شكلوا بطانة التحقيقين والمحققين وبالتالي نشأ تحالف بين تضامن القضائي وبين مافيا محامي شركات التأمين تلاعب بأهالي الضحايا بالفكرة الطائفية وأنا أذكر أثناء تسمية المحقق العدلي كان هناك من يهمس ويقول في المرتين لا نقبل إلا أن يكون مسيحيا بالتالي كان في سعي لإعطاء الموضوع هذا البعد الطائفي والتحريض على العنوان الطائفي فيه فتشاركت هذه العناصر الثلاثة لتقديم أوراق اعتماد أمام خارج يريد أن يستعمل هذه القضية لمحاصرة المقاومة إذن من نختار ليجب أن نقدم لأهالي الضحايا على أساس طائفي وسياسي يريح الخارج ويريح الداخل بكمش فداء ببلد آيمي فيه ثورة 17-20 والناس الجسم السياسي لبيس واتهاموا بالفساد بمحله بروح بحاكمه بجرائم حقيقية تركبت كل المعطيات لتخلي هالتحقيق يمشي بهذا الاتجاه المخالف لما يجب أن تكون عليه الحقيقة في التقييم قاد الأمور المستعجلة في حينها في أيام الشحنة وما إلى ذلك أكثر من مرة كان في إرسال للحديث عن مدى شدة خطورة هذه المادة وأكثر من ذلك الخبيرة الكيميائية مريلم كارزل أرسلها القاد الأمور المستعجلة وفي مرتين تحدثت عن مدى شدة الخطورة ما التقييم؟ ما الذي دفع لنرى ما يشبه نوع من الأخذ أو الكيدية حتى لا أدري بين جهات بعينها بين وزارة الدفاع عفوا وزارة العدل قاد الأمور المستعجلة وأيضا بالنسبة لوزارة من جانب لردها كيف يمكن أن نرى تغييرا للمسار التحقيق حيث وصل؟ عندي نقطتين بدي أقوله النقطة الأولى أنا ما عندي مانع يعني الوزراء والمدراء العامين الذين اتهمهم القاضي بيطار أن يتهموا بفساده بجرائم مالية وينحطوا بالحبوس بأضايا بعينها لكن بهذه القضية أنا لما كنت عم بحضر الوثائقين أنا بضمير مرتاح بقول وفي أسماء أنا ما بعرفهم على الصعيد الشخصي بدري ظاهر ما بعرفه شفيق مرعي ما بعرفه وحتى الولاءات السياسية ليست واحدة القيسي مدير عام النقل البحري والبري هؤلاء عاملين القضية عكتافون وديرين يركدوا وراء القاضي والقاضي عدم الاختصاص مرة ومرة بنيم بالجارور ومرة بيبعث خبير وما بيعمل بنتيجة ما يقوله الخبير مما أشرت إليه من خطورة نحن قدام الجريمة القضائية بكل ما للكلمة من معنى والآن حتى في التحقيق لاذا شو عم نواجه لما بيطلع سمحت السيد ويقول ما عارفين من القاضي اللي ممكن يتراجع كذلك في القضية قبل الانفجار مين عارف من القاضي اللي ممكن يتراجع بتبعت إلى هيئة القضايا بتردك عند قاضي الأمور المستعجلة بتبعت إلى قاضي الأمور المستعجلة ألم يثر هذا أنا بدي أتوجه لرجل محترم وذو قيمة قانونية وأخلاقية اسمه الرئيس سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى بدي له ألم يثر فضولك يا حضرة الرئيس أن يكون هناك سؤال دائم بأنه نجهل العنوان يعني نحن ضحايا عدم الاختصاص وقع الانفجار تحت عنوان عدم الاختصاص لو لم يدخل هذا الملف إلى أيدي القضاء أنا أجزم أنه كان لأ نهاية أفضل هذا حكي من قوله بوجع لو لم يذهب هذا إلى قاضي أمور مستعجلة ويقول أنه نزلوها ثم صارت بعهدته ما عاش فيه بتجي مدير الجمارك ما بقدر أنا القاضي حاطي يده هون بدي وضح شيء مبارح ورد بالتقرير أنا يعني لأني مطلع عليه اللي هو موضوع الرئيس حسان دياب الرئيس حسان دياب لم يقل له أحد لا تنزل اللي عاطي المعلومة مش دقيق الرئيس حسان دياب بالليل بتلفن له مستشاره الإعلامي سهرة صدفية مع مدير عام أمن الدولة بيقول له اللواء صليبة عم بيقول فيه ألفين كيلو تي أنتي بالبور وهو خطرين شو رأيك؟ قال له بنزل بكرة بالليل لا يعمل الترتيبات أرسل مسؤول المرافقة عنده الرائد نزل الرائد لتحت سأل الرائد نداف اللي خبره جزء نداف نعم قال له لا مش ألفين كيلو تي أنتي هو ألفين طن بس مش تي أنتي نيترات أمونيوم وهول بعهدة القضاء لهم سبع سنين مش من مبارح جايين فبالتالي لما قال له بعهدة القضاء قال له انتهى الموضوع بعهدة القضاء ما عد إلي شغل أنا أقول لك القضاء حجب أي مداخلة كان يمكن أن تؤدي إلى تصرف حتى بعتقد قيادة الجيش إذا بتجي بتسأليها بتقول لك طالما القضاء حتطيده على الموضوع نحن ما منتدخل نحن أمام الجريمة القضائية الموصوفة طيب بأقل من دقيقة كيف يمكن أن يستفيد كل متضرر إن كان اتهاما أو حتى بالضرر المباشر أهل الضحايا المتضررين شهداء وأصحاب بصحوة ضمير كيف يمكن يستفيدوا أو يتحركوا أعضاء مجلس القضاء الأعلى أنا رأيي يروحوا لعندهم يقولوا لهم نريد لجنة تحقيق قضائية تفرج عن التقرير التقني هلأ معنا أولوية تانية قبل أن نروح نحمل المسئوليات خلي الناس تاخد حقوقها كفوا وهلأ في مناسبة عندنا انتخابات نقابة محامين جابت نقيب محترم وله موثوقية بين المحامين وليس متورطا في مثل هذه الألعاب التي كان تحت عنوان النقابة يعمل بها بعض المحامين في قضية التفجير كمان نقيب المحامين أنا أناشده أن يعيد تشكيل هيئة الدفاع التي تتحرك باسم أهالي الضحايا بصورة تأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون بينها أي من محامين شركات تأمين وأن يضع أولويته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في أول اجتماع تنسيق لإخراج هذه القضية من هذا التلاعب والإفراج عن التقرير التقني نحن رواية الحقيقة وضعناها أساسا في عهدت الرأي العام وكل من يهتم فعلا بالوصول إلى حقيقة ما جرى وإنصاف أيضا أهالي الضحايا وتحميل المسئوليات الحقيقية لكل بشكل أو بآخر قصر أو ساهم في أن نرى هذه الكارثة الكبيرة التي طالت كل جسد لبنان عظيم ما فعلتم شكرا جزيلا لك سيد ناصر قندير رئيس تحريص صحيفة البناء اللبنانية ضيفنا هنا في الستيديو ساعة المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي ضيفنا من القاهرة جزيل الشكر لك أزنك إضافة بسيطة القاضي اللبناني ارتكب قريمة اسمها قريمة إنكار العدالة يمكن لمحامي الضحايا أن يتقدم ضد هذا القاضي بهذه القريمة قريمة إنكار العدالة وهذه موجودة في القلون اللبناني أيضا هذه نقطة أيضا مهمة جديدة أن نختم بها كما ختم أيضا من نقطة مهمة وكل النقاط التي جاءت فيها مهمة جدا شكرا جزيلا لكم من جديد وشكر لكم مشاهدين أينما كنتم مسائيا انتهت دائما للمزيد الميادين دات نيت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر